كيف رأيت التوجهات والقرارات والمواقف اللي تخذتها الدولة المصرية خلال الأيام العشرة الماضية وصولاً إلى دعوة مصر لقمة إخليمية غير مسبوقة كيف قرأت التوجه المصري في ظل حالة من التشكيك كانت موجودة حالة من التشويه كانت موجودة في ظل حالة من فقدان الثقة بين الدول بعضها وبعض لكن مصر استطعت أنها تفرض رأيها ومكانتها خلال هذه المرأة كيف خرأت المشهد بشكل؟ يعني أولاً بنقول مساء الخير على كل المشاهدين من أبنائنا وأهلنا في مصر لكن أنا عاوز أقول لحضرتك على حقيقة في خلال العشرة أيام اللي فاتت بعيدة عن الشعرات وبعيدة عن أنا عاوز أقول أن هناك ملحمة قد حدست في الفترة السابقة بمعنى احنا كنا بنتكلم على كيان إسرائيلي على جيش لايقهر عن جهاز مخابراتي ما فيش في العالم صحيح أن هذا الجيش لا يستطيع أحد أن يتغلب عليه اتضح في الآخر أن الكلام ده كله ليس له أساس من الصحة دين كل دول العالم بدءاً من أمريكا كل دول الأوروبية بتجتمع على شعب أعزل تتحرك الأساطيل والدنيا تتشال وتتخط عشان شعب ما عاوش حاجة يحارب الشعب الفلسطيني احنا بنتكلم على الشعب الفلسطيني على الكيان الفلسطيني على الأمة الفلسطينية احنا مصر من سنة الثمانية واربعين وإحنا بنتحمل وزر هذه الدولة بنعتبرها الجزء لا يتجزأ مني من المنطلق ده أنا عاوز أقول من وجهة نظري أن دي مؤامرة أمريكية بمعنى إيه؟ هو الدول دي كلها قامت ليه؟ عشان إيه؟ عشان شوية ناس ركبين عجل ومتسكولات بحربه؟ لا دي منظور أكبر بكتير عندهم طيب في خلال الفترة اللي فاتت بقى معنا مع السيد الرئيس أنا عاوز أقول أن ما حدث مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ولقاء مع وزير خارجية أمريكا اللي قال صراحة أنني يهودي أنا بقول أن السيد الرئيس إداله درس عالني عشان ما فيش حقيقة متسجلة لكن عالني ده درس يتعلم منه كل المصريين بمعنى كلمة الوفاء لهذه الدولة بكل ما يملك منطقة ومن جهد إن إحنا لن ولن نفرط في صمت واحد من التراب المصري أي مكانات الظروف لكن إحنا مع الشعب الفلسطيني أكيد طيب ما إحنا عندنا تمانية مليون لتسع مليون واحد صحيح اللي من السودان واللي من غيره وغيره 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 ما إحنا مستعملينهم وأهلا وسهلا بالشعب الفلسطيني على المغنى من فوق ما عاد أن إحنا هنفرط في صمت واحد من الأرض وده كلام صليح وواضح ده مخطط أمريكي بيحاك عشان يجرنا لكن أنا بقول هناك رئيس قوي إحنا بنسك في قدراته وبنسك في تصرفاته والشعب المصري بص باشا إحنا مش هنبص العشرة تنفار ونسيب ملايين من الناس مش هنبصها لاتقناتين بعملين يقولوا كلام مغلوط فين الاتحاد الأوروبي والمجتمع الأوروبي والمجتمع الدولي وحقوق الإنسان وانتو فين من دول انتو مشفتش اللي بحصل في فلسطين ده ما عندهمش أي نظر خالص أنا عاوز أقول في الآخر أن ما حدث من الرئيس عبد الفتاح السيسي سيسجل في التاريخ لقاءات تاريخية وأنا بقول أن المؤتمر اللي جاي ده مؤتمر عالمي سوف يشهد من مصر أنها هي الرائدة في إدارة شؤون هذه المنظومة صحيح